المرحلة الأولى للهدنة في الزبدان وكفريا والفوعة تبدأ اليوم بإخراج الجرحة وغارات للتحالف الأمريكي على داعش شمال سوريا العباد يأمر بفتح المنطقة الخضراء في بغداد أمام المواطنين ودعوات إلى التظاهر للمطالبة باستكمال الإصلاحات نعم حدث استخدام مفرد للقوة ليلة السبت وزير الداخلية لبنان يؤكد فتح تحقيق في الاستخدام المفرد للقوة ويشدد على عدم السماح بالدخول إلى حرمين مجلس الغزراء والنواب غارات عنيفة للتحالف السعودي على صنعاء ومأرب والجوف والحج والاشتباكات محتدمة في تعز وعشرات القتلى والمفقودين في غرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا وواحد وسبعون سوريا قضوا في شاحنة الموت بالنمسا أهلا بكم من المقرر أن تبدأ اليوم المرحلة الأولى من الهدنة المعلنة بين الجيش السوري والمسلحين في الزبدان بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب وتتمثل هذه المرحلة في إخلاء الجرحى من الطرفين عبر الصليب الأحمر وترمي الهدنة إلى إتمام التفاوض بشأن نقاط عالقة أهمها نقل المسلحين من الزبدان إلى ريف إدلب وتسوية أوضاع من يود البقاء في المدينة وإخراج المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة وعن المرحلة الأولى من هذه الهدنة ينضم إلينا من دمشق مراسل الميدي محمد الخضر ومعه المزيد من التفاصيل حولها تفضل محمد بالفعل من المفترض أن تبدأ هذه الخطوة خلال ساعات في الواقع تأخرت كثيرا منذ ساعات الصباح كان هناك الانتظار ولا يزال الانتظار هو سيد الموقف من أجل إخراج الجرحى جرحى المسلحين من الزبداني باتجاه إدلب وحتى جرحى من أهالي الفوعة وكفريا باتجاه أحد المشافي في اللاذقية الساحلية هناك مصادر قريبة من أهالي الزبداني قريبة من هذه الأجواء تحدثت عن أنه لا يوجد حتى الآن أجواء تشير إلى قرب هذا التطبيق ربما هناك قضايا عالقة لا نعلم لأن الأمر في إطار مفاوضات معقدة فيها أطراف إقليمية وهي أحيانا بعيدة عن حتى مكان الذي يجري فيه أخراج هؤلاء من المدينتين سواء من الفوعة وكفريا أو من الزبداني لذلك ربما الوقت هو اليوم الثاني من الهدنة الوقت بدأ يضغط هي ساعات قليلة ربما وتتضح الصورة بشكل أوضح إلى أي حدس فيتم تطبيق هذا البند المقرر تنفيذه خلال اليوم الثاني من الهدنة وبالتالي الانتقال إلى البنود الأصعب المتعلقة بإخراج المسلحين نهائيا من مدينة الزبداني إذا أمكن أن نتحدث قليلا وإياك محمد عن النقاط نعم النقاط بدأت أساسا بهدنة لمدة 48 ساعة بدأت منذ صباح حمس الساعة السادسة كان الالتزام كامل حتى هذه اللحظات الالتزام كامل سواء في منطقة التلفوع وكفرية أو حتى في منطقة الزبداني يواكب هذه الهدنة في اليوم الثاني الذي هو اليوم يوم الجمعة البدأ بإخراج المسلحين الجرحى المسلحين بالتحديد من الزبداني باتجاه ريف إدلب وأيضا أخراج الحالات الجريحة أو المصابة أيضا من أهالي الفوع وكفرية باتجاه اللاذقية في اليوم الثالث كان يفترض أن تخرج حالات المسنين والحالات الإنسانية الخاصة من الفوع وكفرية بالتوازي خلال كل هذه الفترة هناك مفاوضات تجري بين المسلحين تمثلهم طبعا حركة أحرار الشام على اعتبار أنها هي القوة العسكرية للمسلحين الأكبر الموجودة داخل مدينة الزبداني يجد مفاوضات من أجل تسليم السلاح ويعني تأمين نقل هؤلاء المسلحين إلى إدلب هم على ما يبدو يختاروا في التفاوض محافظة إدلب أو ريف إدلب التي يسيطر عليها جيش الفتح وموجودة أحرار الشام كقوة رئيسية مع جيش الفتح في تلك المحافظة حتى الآن على ما يبدو هناك ضبابية لأننا نتحدث تقريبا أكثر من نصف المسافة بالأمس انتهى واليوم نصف اليوم الثاني وحتى الآن لم تتضح إخراج الحالات التي تم الاتفاق عليها محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من دمشق شكرا جزيلا لك وفي ريف دمشق الجنوب قتل وجرح عدد من المسلحين جراء تفجير الجيش السوري عبو ناسف بآليتهم على طريق بلدتي طيبة وزاكعة أغيرت طائرات تحالف الأمريكي على مواقع لداعش شمالية سوريا قرب الحدود مع تركيا يأتي هذا فيما سيطر داعش على قرية حربل في ريف حلب الشمالي في ظل قصفه مدينة مارع وخوضه معارك مع الجبهة الشمية وغيرها من المجموعات المسلحة في مارس وحور نهر المجاورتين المرسد السوري المعارض قال أن داعش سيطر على خمس قرن بينها قريتان قرب الحدود التركية وعن كل جديد ميداني في حلب ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين رضا الباشا تفضل رضا ماذا الجديد أو ما الجديد على الأرض في حلب بالإضافة طبعا إلى هذا التقدم لداعش في شمال حلب ماذا يعني تداعيات الاستراتيجية وأهمية المناطق التي تمدد بها تفضل نعم أولا أهمية تقدم داعش بعيني أبدأ بكلمة نقلة عن أحد قيادية جمهة نصر أبو عدنان القحطاني سعودي الجنسي الذي قال أن تمدد داعش في الريف الشمالي لحلب وتهديده لمارع يعني إنهاء وجود الجماعات المسلحة وفصائل الجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي بشكل كامل وهذا يهدد وجودنا في هذه المنطقة لأن مارع تعتبر كما أشعرنا هي عاصمة الجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي هذا بالنسبة لتمدد داعش أما المناطق التي سيطر عليها إذا ما لاحظنا على الخريطة التي كانت قبل قليل في تقرير الزميلة الديراني كانت تقدم داعش يتجه باتجاه الشمال من مارع باتجاه الغرب ومن الجنوب من مارع من قرية حربل باتجاه أيضا الغرب هو يحاول أن يحاصر مدينتي ترفعة ومارع ترفعة ومارع يعتبرانه التمركز الأساسي وخزان الجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي ولهذا داعش يحاول في ظل محاولته أيضا للدخول إلى مارع يحاول أيضا فرض طوق على هاتين المدينتين ولعل هذا ما يبرر النزوح كبير لأهالي مدينتين رفعة ومارع باتجاه سواء عفرين أو ريف حلب الشمالي الجنوبي القريب من مدينة حلب بلدة عنادان وحيان وحريتان هذا التمدد لداعش أيضا لربما يسمح لداعش السيطرة على حدود التركية امتدادا من مدينة عفرين إذا ما قلنا أن داعش سيطر على حرجلة وصندف فإن داعش يقترب أيضا من مدينة عزاز التي علنتها الجمهة الشامية البارحة بأنها منطقة عسكرية وفي حال تمكن فعلا من التقدم باتجاه مدينة عزاز مركز المنطقة الشمالية في سوريا فإنه سيسيطر على حدود التركية امتدادا من عزاز وصولا إلى مدينة الرقة ولعل هذا يعتبر تطور في تمدد داعش على الحدود السورية التركية أما فيما يتعلق بالجمهة الجيش السوري مع الجماعات المسلحة في ريف حلب الغربي مساء البارحة الجيش السوري رصد تجمع للجماعات المسلحة تحديدا حركة نور الدين الزنك في منطقة البحوث العلمية كانت تحضر لربما لمحاولة اختحام لمنطقة الفاميلي هاوس تمكن الجيش السوري من رصد هذه التحركات وستدفها بصواريخ وحقق إصابات مباشرة في حركة نور الدين الزنك مما ألغى هذا الهجوم رضا الباشا مراسل الميادين كنت معنا من حلب مباشرة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك يتقدم داعش باتجاه مدينة مارع أحد أبرز معاقل المعارضة في شمال سوريا ويستعد التنظيم لاقتحام المدينة بعدما سيطر على خمس قرى في ريف حلب الشمال زهراء الديراني والتفاصيل أهلا بكم داعش يتمدد شمال حلب يحاول التنظيم السيطرة على مدينة مارع حتى اللحظة تمكن من تطويق المدينة بعد سيطرته على قرى حربل وسندف ودحلة وحرجلة أمام الهجمات المستمرة للتنظيم تراجعت المجموعات المسلحة بنحو كبير أمام ضغط داعش حيث تمكن من السيطرة ناريا على نحو 90% من المدينة في حين مثلت سيطرة التنظيم على قريتي دحلة وحرجل الحدوديتين مع تركيا ضربة قاسية للواء السلطان مراد الذي ترعاه تركيا ويشكل التركمان عموده الفقري المعارك التي وصفت بالأعنف تدور رحاها بين داعش من جهة والجبهة الشامية من جهة أخرى وتضم الأخيرة لواء الفتح ولواء السلطان مراد وأحرار الشام إضافة إلى ثوار سوريا خلال الأيام الماضية أدت المعارك إلى نزوح أكثر من مئة ألف شخص من مارع باتجاه تلالين وحربل وأم حوش وأم القرى في ريف حلب الشمالي لمدينة مارع أهمية استراتيجية بالنسبة إلى داعش وخصومه فهي تشكل معقلا أساسيا لكافة الفصائل المسلحة الموجودة في شمال سوريا وهي خط إمداد لهذه المجموعات نحو الحدود مع تركيا كما تعتبر نقطة انطلاق نحو جهات عدة جنوبا باتجاه مدينة حلب وإلى الجنوب الغربي نحو الزهراء مرورا بكفرنايا وغربا نحو تل رفعت فعفرين وإلى الشمال الغربي نحو أعزاز وباب السلامة حصلت الميادين على مضمون الوثيقتين التي سلمهما الفريق الأممي لحل الأزمة السورية إلى الأطراف السورية كأساس لمبادرة المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا للحل وتتمحور الوثيقة الأولى حول مجموعات العمل المشتركة والثانية حول ألية تطبيق وثيقة جنيف واحد موسى عصي وثيقتان حصلت الميادين على مضمونهما تختصران المبادرة الأممية للمسار التفاوضي من أجل حل الأزمة السورية سلمهما الفريق الدولي إلى الأطراف السورية المختلفة تحضيرا لإطلاق المسار التفاوضي تحت عنوان جنيف ثلاثة الأولى حول تأليف مجموعات العمل الأربع المشتركة وفيها يطلب الفريق الأممي من الأطراف السورية تقديم لوائح بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل على أن يكون الخيار النهائي في اختيار الأعضاء بيد الفريق الأممي وتحدد الوثيقة موعدا نهائيا لتسليم هذه اللوائح مطلع أيلول سبتمبر المقبل على أن يبدأ عمل اللجان فور تشكيلها ويستمر تسعين يوما ستضم هذه المجموعات ممثلين عن ثلاثة أطراف الحكومة السورية والمعارضة بمختلف أطيافها وهيئات المجتمع المدني السوري مثلاثة ومهمتها الأساسية التوصل إلى وثائق مشتركة حول الملفات التي ستتولى بحثها لتشكل أساسا مسهلا للنقاش خلال مسار جنيف ثلاثة وخلال هذه المرحلة تتواصل المساعي لتشكيل مجموعة الاتصال الدولية على أن لا يكون هناك أي ربط شرطي بين انطلاق عمل المجموعات المشتركة وتأليف المجموعة الدولية أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن اختصار لرؤية الفريق الأممي لألية الحل السياسي عبر مسار تفاوضي يطبق على عدة مراحل الأولى تبدأ مع عمل المجموعات الأربع وبعد انتهاء عمل هذه المجموعات تبدأ عمليا المرحلة الانتقالية عبر مفاوضات متدرجة من الأسهل إلى الأكثر الصعوبة تبدأ أولا بفترة بناء ثقة كتسهيل مرور المساعدة الإنسانية في المناطق الحساسة والمحاصرة وإطلاق صراح المعتقلين وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار أو عبر هدنة حيث ما أمكن وفي المرحلة الثالثة ينتقل النقاش إلى مسودة المسائل الدستورية التي توصلت إليها مجموعات العمل ولكن من الجزئيات المتعلقة بالمبادئ العامة كوحدة الدولة السورية وسيادتها على كل أراضيها وغيرها من المبادئ التي لا يختلف عليها الأطراف وبحسب الوثيقة الأممية فأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية متروق للمرحلة النهائية من المسار التفاوضي وتتحدث الوثيقة هنا عن هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية من دون وصف محدد لهذه الصلاحيات ومن دون أن تأتي على ذكر موقع أو مصير الرئيس السوري بشار الأسد وصلاحياته على أن تقوم هذه الهيئة الانتقالية بتشكيل مجلس عسكري ومن ثم بالتحضير الانتخابات الرئاسية جديدة استنادا إلى الدستور الجديد وثقة آلية تطبيق جينيف واحد فيها الكثير من الفراغات وعدم الوضوح ويفسر ذلك بارتباط عمل المبعوث الأممي وتقدم مبادرته بالتوافق الدولي الإقليمي على الحل وعلى مدى نجاح تأليف المجموعة الأهم أي مجموعة الاتصال الدولية الإقليمية موساعس جينيف الميادين عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية هيثم منع قال أن ضغوطا غربية ستمارس على الاتلاف وأخرى روسية على الحكومة السورية للعمل بالبيان الرئاسي الأممي منعو في مقابلة مع الميادين أكد أن سفيرا أوروبيا قال للاتلاف المعارض أن من الأفضل المشاركة في خطة ديمستورا في ضغوط يوجد ضغوط يوجد ضغوط ومن هذه الضغوط أذكر جملة لمسؤول لسفير أوروبي بدون منشير لبلده قال لهم إذا لم يوافق رسميا الاتلاف على الأقل مجموعة القاهرة من الاتلاف ستكون في هذا المشروع والعديد من التقنيين والخبراء مستعدين للانخراط بدون قرار من الاتلاف فالأفضل أن توافقوا يبدأ وفد أعلام تونسي زيارة إلى سوريا اليوم للاطلاع على وضع الجالية التونسية رئيس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية معز علي قال أن هدف الزيارة يشمل أيضا السعي إلى تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه عام 2013 إثر زيارة لممثلين عن المجتمع المدني إلى دمشق بشأن سجناء تونسيين في سوريا قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخايل بوكدانوف سيلتق اليوم المبعوث الأمريكي الخاص حول سوريا مايك الراتني للبحث في إنهاء المعارك في سوريا بدوره أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن بلاده جاهز للعمل مع روسيا في البحث عن حل للأزمة السورية في غضون ذلك تسود حالة من الجدل وسجال مختلف الأوساط الأمريكية حيال ما تم الكشف عنه أخيرا عن قيام المفتش العام للبنتاجون بالتحقيق في قيام مسؤولين عسكريين بالتلاعب في التقييم الاستخباراتي للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا محمد كيل الضربات الجوية الأمريكية ضد داعش في العراق وسوريا أضعفت مقدرات التنظيم وحدت من تقدمه جملة لطالما التسقت بالبيانات العسكرية إلا أنها اليوم كانت سببا في تحقيق يقوده المفتش العام للبنتاجون حول قيام مسؤولين عسكريين بتقديم تصور خاطئ عما يحدث في الميدان ضمن تقارير قدمت للمسؤولين السياسيين وعلى رأسهم أوباما لدينا رؤية مشتركة مع البنتاجون حول فعالية وجدول استراتيجية ضد داعش هي ستستغرق وقتا طويلا ينبغي أن لا يشكل تباين الأراء صدمة لأحد بل العكس تماما أشهر قضاها المسؤولون العسكريون والسياسيون الأمريكيون في محادثاتهم مع تركيا بهدف توسيع التحالف لمحاربة داعش إلا أن الإحصائيات أظهرت تراجع الضربات الجوية في سوريا بعد أن أصبحت قاعدة أنجرلك متاحة أمام المقاتلات الأمريكية ما يثير جملة تساؤلات حول واقعية الهدف المعلن بتدمير داعش إن تعاوننا مع الجانب التركي يعد باندا قائما في هذه المرحلة نعتقد أن المناخ الرهن يوفر فرصة لكل من تركيا والولايات المتحدة وبقي دول أعضاء التحالف لبلورة صيغة تعاون بدءا من هذه اللحظة وتنظر مختلف الأوساط الأمريكية إلى تلك التقارير على أنها نتيجة طبيعية للمحاولات المستمرة بهدف تسييس أجهزة المخابرات الأمريكية كما أنها تفسر تضارب تصريحات المسؤولين العسكريين حول ما تم تحقيقه في الحرب على داعش والسقف الزمني المحدد لها تساؤلات جديدة أثارها تحريف التقارير الاستخبارية بشأن اتجاه الحرب مع داعش وجدية القضايا عليه وفيما إذا كان لدى الولايات المتحدة صورة واضحة ودقيقة عما يدور في الميدان إجابة مرهونة من نتائج المعركة في الميدان محمد كريم واشنطن الميادين أمر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بفتح المنطقة الخضراء في بغداد أمام المواطنين كما أصدر أوامره إلى جميع قادة العمليات والقادة الأمنيين في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين والعبادي طلب أيضا تشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتملك عقارات الدولة في البلاد في المرحلة السابقة لأي جهة كانت عراقيا أيضا يواصل العراقيون التظاهر للمطالبة بإصلاحات وبمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد وقد دعا ناشطون المواطنين العراقيين إلى عدم القبول بما سموه إصلاحات منقوسة وأكدوا مواصلة تحركهم إلى حين تنفيذ مطالبهم هذا ويتوقع أو يتوقع ناشطون أن تكون التظاهرات المرتقبة اليومي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي عن تظاهرات اليوم من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسل الميدين عبدالله بدران تفضل مجديد هذه التظاهرات التي تأتي طبعا بالتزامن مع قرار فتح المنطقة الخضراء وعدد من الشوارع أمام المواطنين تفضل نعم على ربط كثيرون أن ما أعلنه رئيس الحكومة العراقي حيدر لبادي اليوم عن جملة قرارات من بينها فتح الطرق الرئيسية التي أغلقت بالكثل الإثمانية وكذلك مقار الأعزاب ودخلت من إجراءات أمنية حولها وما وصفهم القرار بالمتنسبين سبقت التظاهرات التي العراق على موعد معها اليوم سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو في العاصمة العراقية بغداد هناك جملة إجراءات أمنية تخلتها القوات الأمنية العراقية قضع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ساحة التحرير قضع الجسور التي تؤدي إلى منطقة الباب الشرطي وكذلك الرابط الرئيسي بين هذه المناطق وما توديه إلى المنطقة الخضراء هناك انتشار أمني مكثف من قبيل جهاز متافحة للإرهاب وكذلك مكافحة الشغل مع الشرطة العراقية هناك أكثر معاليمة الميادين خمسة حواجز أمنية وخصوص أمنية لحماية المتظاهرين الذين يتجهون خيرا على الأقسام إلى ساحة التحرير من أجل التظاهر أبرز المطالب التي توقع أن تنطلق من هذه التظاهرات هي إكمال حملة الإصلاحات بالخدمات وكذلك المطالبة بالقضاء للفاسدين وربما قد تندرج المطالبة بإصلاح القضاء يعني ضمن هذه التظاهرات طبعا كان هناك حديث اليوم لممثل المرجعية الدينية في جمعة كربلاء طالب فيه المتظاهرين بأن يكونوا على قدر مطالبهم وتظاهراتهم وأن تنخلص تحركات هذه الاحتجاجات في العاصمة العراقية برداد وفي مطاق المدن العراقية عن مسارها كذلك كانت هناك مطالبة من الممثل المرجعية للحكومة العراقية والسياسية وخصوصا التنفيذيين منهم بضرورة الإصلاح بشكل جديد وواضح ومنموس بالنسبة لمواطن العراقي وما يطلب في هذه التظاهرات سبقت التظاهرات كما ذكرنا على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من قرارات وكذلك الاستقالات التي تقدر بها الحاكم المخلي لمحافظة القادسية ومحافظة المتنة أحدهم ما تقدر بشكل صريح والآخر وضعها تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العباد عبدالله بدرامو راسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا جزيلا لك أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن اعتقال طالبة للاشتباه بمحاولتها الانضمام إلى داعش مكتب التحقيقات حذر من توسع هذه الظاهرة في أمريكا وأضاف في تقرير له أن بعض الفتيات المتشديدات في أمريكا أظهرنا في الآوينة الأخيرة اهتماما بالانخراط في عمليات عنف وبالتحضير لتنفيذ هجمات في الأراضي الأمريكية أو السفر إلى سوريا والعراق للقتال دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح في لبنان العماد ميشيل عوني لانتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب مباشرة إذا كان هناك انتخاب للرئيس قبل إقرار قانون انتخابي وإلا فإقرار قانون انتخاب وفق النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل للشعب اللبناني وفي مدمر صحفي عقده اليوم داعون مناصره إلى تظاهر يوم الجمعة من الأسبوع المقبل ورأى أن معظم المشاكل سببها الفضائح المالية التي كشف عنها التكتل داعيا إلى عدم تعميم التهم بالفساد لقد هاجم المتظاهرون الطبقة السياسية بأكملها وعمموا الفساد على جميع السياسيين ونحن لا نشاركهم الرأي إلا جزئيا لأن هناك لأن هناك أيضا قبلهم سياسيين إصلاحيين فتعميم مسؤولية الفساد على الجميع يغطي ويريح الفاسد فيستمر في فساده ويحبط الإصلاح فيتوقف عن نشاطه أو يشمأز قال وزير الداخلية لبناني نهاد المشنوق أن حق التعبير مقدس وأن التظاهر مسموح شرطاً لا يعرض أو يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة لأي ضرر أو خطر المشنوق في مؤتمر صحفي أكد أنه لن يسمح تحت أي ضرف من الظروف الدخول إلى حرمه رئاسة مجلس الغزراء أو المجلس النيابي في أخطاء حدثت يوم السبت الماضي تحديداً وكنت أنا خارج لبنان ليلة السبت تحديداً وأنا ما عندي ولا خجل ولا إرباك ولا تردد بأن يقول نعم حدث استخدام مفرد استخدام مفرد للقوة ليلة السبت ويجري التحقيق الآن باتجاهين تحقيق الأول هو التحقيق المسلكي وحققنا يعني وصلنا إلى جزء متقدم منه والتحقيق القضائي سيكون جاهز يوم الثانين أو الثلاثة الجاي وأنا سأعلن كل نتيج وستتم محاسبة كل مسؤول أي كان عن الاستخدام المفرد للقوة اللي صار ليلة السبت الماضي وفي وسط بيروت عقدت حملة بدن حاسب مؤتمراً صحفياً أكدت خلاله أنها ستبدأ برفع دعاوى قانونية لمحاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين الحملة أشارت إلى أن لا حل اليوم إلا برحيل السلطة السياسية الحاكمة وقالت أن التظاهرات في الشارع هي من أجل لقمة العيش ومن أجل الكهرباء والمياه والبنى التحتية ومن أجل الجيش ليكون قوياً وقادراً على حماية المواطنين ومباشرة من ساحة رياض الصلح ينضم إلينا مرسل الميادين عباس الصباغ ومعه كل جديد من الساحة عباس تفضل نعم بحسب ما أستفتي بأن الحملة بدن حاسب التي تستعد لتظاهر حاشدة غداً أعلنت أهداف التحرك وهذه الأهداف منها مطلبي ومنها سياسي يبدأ من تصحيح الأوضاع الاقتصادية وصولاً إلى تغيير السلطة بحسب ما قال منظم هذا التحرك المرتقب غداً لكن دعينا نرى الإجراءات الأمنية التي قيمت هنا قبالة السرايا الحكومية المزيد من الأسلاك الشائكة تفصل ما بين السرايا الحكومية وساحات التظاهرات هنا في رياض الصلح وساحة الشهداء القريبة من هذا المكان نرى كمية كبيرة من الأسلاك الشائكة كل هذه الاحتياطات لتجيب أو لترد على تساؤلات أو هواجس وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما كرر وللمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع بأن من غير المسموح اقتحام السرايا أو مبنى البرلمان في الوقت الذي يؤكد منظمه هذا التحرك أنه تحرك سلمي وليس لديهم أي نية باقتحام السرايا الحكومية على غرار ما فعله أنصار طيار المستقبل قبل عامين أو اقتحام البرلمان هم يقولون بأن مطالبهم يجب أن يتسمع من قبل المسؤولين وأن يتم التغيير هذا في الشق الميداني وأيضا بالنسبة لتظاهرة الغد كل المؤشرات تشي بأن مظاهرة الغد هي مظاهرة حاشدة سيكون التجمع في ساحة الشهداء على بعد عشرات الأمتار من هذا المكان لأن المنظمين يخشون تكرار ما حصل منذ نهار السبت الفائت والأحد من مواجهات مع القوى الأمنية واعترف وزير الداخلية اليوم بأن هناك كان إفراطا باستخدام القوى ضد المتظاهرين سيكون هناك عناصر انضباط هنا في هذه الساحة لمنع أي احتكاكات مرتقبة مع القوى الأمنية بينما سيكون التجمع الأساسي وفي ساحة الشهداء هم ينتظرون مشاركة الآلاف في تلك التظاهرة التي تترقبها الطبقة السياسية هنا ويجب الإشارة أخيرا في الشق السياسي لأن موفدا من النائب جونبلاط من المفترض أن يجتمع مع العماد ميشيل عون لاستكمال المبادرة السياسية من أجل إعادة الوئام الحكومي بعد مقاطعة وزارة التيار الوطن الحر وحزب الله الحكومة أمس عباس الصباغ مراسل الميادين كنت معنا من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت شكرا جزيلا لك جددت طائرات تحالف السعودي غيراتها على صنعاء ومأرب والجوف ولحج وفي صنعاء قصفت جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة في العاصمة اليمنية إلى هذا استشهد 18 شخصا وجرح 47 في الاشتباكات بين الجيش اليمني وقوات هادف تعز كما استشهد سبعة أشخاص في غيرات على دهوان والحديدة الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنت تصدي للجنود السعوديين خلال محاولة استعادة موقع دار النصر في الخوبة بجزام وزع الأعلام الحربي مشاهد جديدة لعملية تدمير عدد من المدرعات الإماراتية في عقبة ثرة بمنطقة مكيراس الواقع بين محافظة أبيان جنوب اليمن ومحافظة البيضاء جنوب غربي البلاد إلى ذلك يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمهما في منطقة ثعبات المؤدية إلى مدخل جبل صبر في محافظة تعز كما حرر المناطق المجاورة من العناصر التكفريين ما ساهم في بسط الأمن بين المواطنين وعن كل جديد في اليمن والغرات ليتحالف السعودي ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن أحمد تفضل نعم عولة تمر الغارات السعودية بشكل مكثف اليوم الغارات تركزت بشكل كبير على محافظة أب وسط اليمن وهناك استهدفت المعهد العالي المهني في منطقة السحول وأيضا منزل اللواء محمد السياني وأسبرت هذه الغارات عن سقوط شهداء وجرح من المدنيين أيضا كان هناك غارات على مفرق جبلة في أب أيضا الغارات أيضا تتواصل بشكل كبير ومكثف على المناطق الحدودية في محافظة صعد شمال اليمن وتحديدا المناطق المحاذية لمنطقة النجران السعودية هذه المناطق التي استهدفت خلال الأيام الماضية بالكثير من الغارات إضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي أيضا اليوم استهدفت بأكثر من 60 قذيسة مدفعية استهدفت تحديدا منطقة القمع بالكتاف إضافة إلى المناطق الأخرى التي استهدفت بالغارات وأيضا القذائف الصاروخية والمدفعية كرازح وغمر في كتاف ومناطق أخرى وتمتد هذه الغارات إلى المناطق الحدودية في محافظة حجة الحدودية أيضا طبعا علاء الغارة تسفرت عن تقوض ضحايا أيضا من المدنيين ما بين شهداء وجرحة بينهم أطفال ونساء وأتحدث هنا عن الغارات التي استهدفت أيضا المناطق الحدودية في صعدة وحجة في المقابل أيضا علاء تم استهداف وقصف العديد من المواقع السعودية بين جيزان ونجران مع التوهول واستمرار للسيطرة على المواقع السعودية من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية المصادر العسكرية تحدثت اليوم عن تدمير دبابتين سعوديتين أثناء محاولة تقدم وصفت من قبل هذه المصادر العسكرية باليائسة باتجاه موقع العمود بجيزان في محاولة لاستعادة هذا الموقع وكان قد سبث خلال اليوم الماضي إفشال العديد من المحاولات لإستعادة العديد من المواقع في جيزان ونجران ميدانيا نعولا تستمر المواجهة بشكل كبير في مناطق تعز وتحديدا في طباب الوجارة الدفاع اليمنية تتحدث عن تقدم مستمر لها في المقابل أيضا تتحدث ما يسمى بالمقاومة الشعبية والقوات الموالي لهذه عن سيطرة وصد للعديد من محاولات الزعف اليوم عولاء كان هناك مواجهة مدلعات في منطقة بيناعم بعدما هجوم شنته قوات موالية لهادي وأيضا عناصر من القاعدة على مواقع الجيش واللجان الشعبية أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء شكرا جزيلا لك كشف مصدر سياسي يمني رفيع للميادين عن مساع وتحركات دبلوماسية جديدة بدأت لحل الأزمة اليمنية بعد رفض الرياض مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وبحسب المصدر فإن التحركات يقودها الاتحاد الأوروبي كاشفا عن لقاءات أجرتها سفيرة الاتحاد الأوروبي مع الوفود اليمنية الموجودة خاليا في مصقة وبينها أنصار الله توقع المصدر بروزة مقترحات الاتحاد الأوروبي قريبا على السطح وزير الخارجية اليمنية المكلف في الحكومة المستقيلة رياض ياسين قال أنه لا مفاوضات تجرى في مصقة وأضاف في كلمة له خلال زياراته القاهرة أن مشاورات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع أنصار الله تسعى إلى إقناعهم بتنفيذ القرارات الدولية لا توقع ما يسمى مفاوضات مسقط هي مشاورات يقريها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ مع مليشيات الحوثي وصالح لإقناعهم بتنفيذ القرار الأممي 226 وهو الحل الوحيد الذي هو مطروح لا توجد غير ذلك ثانياً نحن لسنا طرفاً في أي مفاوضات من هذا القبيل رجحت الشرطة النمسوية أن يكون معظم القتلى والذين بلغ عددهم نحو 71 من المهاجرين السوريين قد عثر عليهم داخل شاحن مركونا على الطريق العام كانت دورية للشرطة النمسوية قد عثرت على شاحن المعدل التبريد قرب الحدود المجرية وقال المتحدث باسم الشرطة النمسوية أن من بين القتلى 59 رجلاً وثماني نساء وأربعة أطفال هذا وانتشرت البحرية الليبية نحو 82 جثة تعود لمهاجرين غرق قريبهم قبالة السواحل الليبية وفد التقارير بأن قاربين كانوا في طريقهما إلى أوروبا وعلى متنهما أكثر من 500 مهاجر وبعد محاولات الأنقاذ جار نقل أكثر من 200 جثة إلى مستشفى في بلدة زوارة على الساحل الليبي فيما أنقذت قوات خفر السواحل الليبية قرابة 200 شخص في الشاحنة المخصصة لنقل اللحوم جثة بشرية متحللة ومكدسة إلى درجة يصعب عدها أو التعرف إلى أصحابها هم عشرات المهاجرين عثر عليهم في النمسا قرب الحدود مع هنغاريا الشرطة ترجح أن يكون معظمهم من السوريين من بينهم أطفال ماتوا اختناقاً وتركوا على قارعة الطريق هذه الكارثة يجب أن تمثل أنزالاً للاتحاد الأوروبي بحسب المستشارة الألمانية أنجلا ميركال الدول الأوروبية تواجه تضفقاً بشرياً غير مسبوق ويعجز قادتها عن التوافق حول كيفية التعاطي مع هذا الملف وفيما كشف الواقع خللاً في سياسة الحدودية المشتركة حاولت كل دولة من الاتحاد معالجة الأمور بما تراه مناسباً من دون نتائج ملحوظة نحو 107500 مهاجر اشتاز حدود الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي هنغاريا تعمل على بناء سياج شائك على طول حدودها مع سربيا سياج لا يبدو فاعلاً في صد شباب يائس يبحث عن حياة جديدة أكثر من 3000 مهاجر اشتاز هذه الحدود الخميس الماضي على الحدود المقدونية مع اليونان فشلت محاولات الشرطة في صد اللاجئين وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توقع الدخول 3000 شخص يومياً إلى مقدونيا ألمانيا وحدها تتوقع وصول 800 طالب الوجوء هذا العام بريطانيا سجلت أرقام قياسية حيث دخل حدودها نحو 330 ألف شخص برغم ما يحمله هذا الملف من كوارثة إنسانية أعلن قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أنهم فشلوا في مواجهة الاحتضار البشري على حدودهم وفي السودان بدأت السلطات حملة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد بعدما وصل عدد المقيمين بصفة غير شرعية إلى نحو ثلاثة ملايين شخص محيد جبريل هذا الطالب من المهاجرين يقرع الجرس إيذاناً ببدء حصة دراسية جديدة لزملائه ففي هذه المدرسة يدرس نحو 700 من أبناء المهاجرين بطريقة غير شرعية لكن في المقابل قرعت السلطات السودانية جرس الإنذار بسبب وجود نحو ثلاثة ملايين من المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد وبدأت فعلياً اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة نحن نتعاون مع هذه الهجرة غير شرعية التي تعبر السودان لجهات أخرى ويفق الاتفاقات الدولية ويفق المعاهدات ويفق الاتفاقات الجوار ويفق الحدود ولكن بالرغم من ذلك السودان له حدود طويلة وشاسعة ويصعب التحكم فيها منظمة الهجرة الدولية من ناحيتها وضعت خطة بالتعاون مع الحكومة السودانية للتصدي للإتجار بالبشر ومنع اختطاف وتهريب الأشخاص هذه الاستراتيجية تنفذ في مدة عامين تنتهي عام 2017 لا أدلة قاطعة على وجود تجارة في البشر بالسودان على أي حال بدأت الحكومة السودانية بتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وذلك بوضع قانون محلي يحارب الظاهرة غير أن مراقبين يرون أن هذه الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين في السودان تعني أن دولاً أوروبية على موعد مع موجات هجرة جديدة من القارة السمرة حيث يعد السودان معبراً للمهاجرين إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى وليبيا وجود هذا العدد الكبير من الأجانب الموجودين بشركة غير شرعي داخل الأراضي السودانية يؤشر على أن هناك موجات كبيرة من الهجرات تنتظر دول ما خلف البحر الأبيض المتوسط كما أن النقطة الأخرى يجعل هؤلاء العابرين هدفاً للذين يعملون في مجال تهريب البشر أو الذين يعملون في مجال الإدجار بالبشر الأرقام التي أعلنتها السلطات السودانية بشأن المقيمين بطريقة غير شرعية تنثير المخاوف فهي تعني أن 12 فرداً من بين كل 100 شخص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية محيد دين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم الميادين أثارت تعينات المحافظين في تونس جدلاً واسعاً بعد تعيين رموز من النظام السابق واستثناء المرأة في هذه التعينات الجديدة بلا مبروك برغم إقرار مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة إلا أن حركة المحافظين الأخيرة جاءت خالية من النساء لتثور ثائرة المجتمع المدني قصاء النساء من العمل السياسي هو عنف سياسي مؤسساتي يعني نحن بموصلة نفس السياسات بالنسبة للنساء ومشاركة سياسية نحن نتعارض مع الدستور التعينات الأخيرة في قطاع المحافظين تثير جدلاً واسعاً إذن أحزاب المعارضة أكدت أن التعينات الأخيرة تمت داخل الغرف المغلقة أساسها محاصصة حزبية بين الأطراف الحاكمة فضلاً عن عودة بعض الوجوه المحسوبة على النظام السابق هو التفاف حقيقي وكل خطوة تصير بالنسبة للنداة تونس وبنسبة هذا الاتلاف الحاكم في المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التعينات هي في الحقيقة من أجل عودة النظام القديم تعيين السيدة الولايات كما تعرفوا من اختصاص السيد رئيس الحكومة تبني على شيء من التشاور ومن أهم التحديات التي يواجهها المحافظون الجدد تنفيذ برامج الحكومة والأعداد الانتخابات البلدية المرتقبة غابت المرأة عن التعينات الجديدة في قطاع المحافظين وارتفع منسوب الجدل حول طريقة اختيارهم لتبقى كلمة الفصل إلى أدائهم على الميدان ومدى قدرتهم على تجاوز الصعوبات الأمنية والاقتصادية بلال مبروك تونس الميادين أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة حيث ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات يوم الجمعة مدعومة بمكاسب قوية لنظرتها الأمريكية وعلامات على دعم جديد من بكين بعض هبوط استمر خمسة أيام وأصاب الأسواق العالمية بالهلع مسؤولون حكوميون قالوا إن صناديق رواتب التقاعد المحلية في الصين ستبدأ باستثمار ثلاثمائة وثلاثة عشر مليار دولار في الأسهم وغيرها من الأصول واستتوقعات بأن يتدخل البنك المركزي من جديد للحفاظ على سعر صرف اليوان أمام الدولار دوما في الصين حيث اعتبر رئيس معهد البحوث المالية والمصرفية في بنك الشعب يو يودونغ أن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية سببها القلق من زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية لا خفض الصين قيمة عملتها. كلام يودونغ يتناقض مع مقاله رئيس بنك الاحتياطي الاتحدي وليام دادلي أن اضطرابات الأسواق ليست مشكلة أمريكية وأضاف دو يونغ أن اقتصاد بلاده يبقى مستندا إلى أسس سليمة رغم أن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة تواجه أزمة مالية محتملة في السنوات المقبلة نبقى مع أخبار اضطرابات الأسواق المالية والأسهم حيث اعتبر الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني أن تراجع الاقتصاد الصيني يؤثر على أسعار النفط والمواد الأولية على المدى القصير لكن المخاوف أكبر خلال السنوات المقبلة داعيا إلى عدم الهلع أو الخوف لأن الأزمة محدودة توقيطا وحجما بحسب تعبيره تخوف الاقتصاديين العالميين أن تراجع النمو الاقتصادي أنه يتم بالسنوات المقبلة بشكل كبير جدا نحن اليوم نحكي بنمو 7% نشوف بعد سنتين 3-3.5% بيكون وقت التدعيات الفعالية على الاقتصاد الأمريكي وعلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا الحوار مدد من الإجراءات في الأشهر الباقية من العام لإصلاح قواعد سوق العمل وتعلق الحكومة الفرنسية أمالها للانتعاش الاقتصادي على طفرة في استثمار الشركات بعد تعثر النمو في الربع الثاني من العام الحالي نمى الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي مدعوما بارتفاع الصادرات واستثمارات الشركات حيث نمى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% وكان الاقتصاد سجل نموا بنسبة 3% العام الماضي مسجلا أكبر معدل نمو منذ عام 2006 بنكو إنجلتر المركزي يتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا الزخم في العام الحالي إذ تشير تقديراته إلى نمو من نسبته 2.8% هذا العام يضم سوق الحصن في مدينة صلالة متاجر ومحالة تعرض الكثير من المنتجات الظفارية التراثية رولا بحث على بعد ثلاثة كيلومترات من قلب مدينة صلالة يقع سوق الحصن أو ما يعرف بسوق الحافة أهمية سوق الحصن ترجع إلى تاريخه القديم وإلى كونه مركزاً تجارياً مهماً لمحافظة ضفار السوق الحصن قديم وعراقة وكل شيء موجود فيه للزي العماني حصة الأسد في سوق الحصن يلجأ زواره إلى محال المصاري والكميم التي تعتبر من أساسيات هذا الزي الذي يتميز بحياكة دقيقة ومنقشات أدق والله أنا حالياً نختار بعض الجيمة العمانية يدامنا لازم أقيسها طبعاً حتى ماذا نختار ماذا لونه ممتاز على ماذا؟ على أي أنه أما اللوبان فله زاويته الخاصة هنا يقصده كل زائر ليقينه من مدى أهميته اشتهرت السلطنة بتحضيره واستخراجه من شجر اللوبان ليكون في متناول الجميع لموقعه وسط أحد الأحياء القديمة لمدينة صلالة يتميز سوق الحصن معروضات اتسمت بطابع ترسي كان من حيث الشكل أم المضمون مشغولات يدوية وصبغة معمارية احتضنها لتفوح معالمها في كل زاوية من زوايا من سوق الحصن وسط مدينة صلالة جنوب سلطنة عمان رولا بحسون الميدين السلام عليكم في السلة الأفريقية تونس تحمل راية البلد العربي الوحيد في نصف نهائي بعد الخروج لمصر والجزائر من دورة ثمانية ملخص عن ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة في سياق التقرير التالي بقيت تونس ممثلة العرب الوحيدة في بطولة أفريقيا بعد الفوز على مالي بفارق سبع نقاط تأثر النجم الأول صالح الماجري بالإصابة واكتفى بتسجيل أربع نقاط والتقاط أربع متابعات فعان أصحاب الأرض تحت السل راهن رجال المدرب عدل ثلاثلي على الرميات البعيدة فسجل لاعبه ثمانية محاولات من مجموع 21 الجهاز الفني دفع بـ لاعباً فكان مراد المبروك الأفضل بـ 16 نقاط أظهرنا نوعية جيدة في الدفاع والهجوم نتهيأ لكل مباراة على حدة نحن هنا لنبرهن ما يمكننا أن نقدمه في بطولة أفريقيا فلهذا السبب نضع كل طاقاتنا وأنا سعيد لمواجهة أنجولا في نصف النهائي لا شك في أن أصحاب الضيافة يحلمون برفع الكأس وتكرار إنجاز لسخة عام 2011 لكن الهدف مرهون بتخطي عقبة حاملة اللقب أنجولا الفائزة على مصر بفارق 20 نقطة حاول إيهاب أمين قيادة الفراعن إلى الدور المقبل لكن نقاطه الثمانية والعشرين لم تكن كافية الرميات من المسافة المتوسطة كانت نقطة ضعف المصريين فسجلوا بنسبة 29 في المائة في مقابل 64 الجزائر الطرف العربي الثالث في ربع النهائي عجزت عن دخول المربع الذهبي أيضا سقط الخضر أمام السنجال بفارق 17 نقطة ضغط لعب السنجال ونفذوا دفاعا محكما ما أجبر منافسيهم على تسجيل 58 نقطة فقط وشن هجمتين مرتدتين طيلة المباراة التأهل إلى نصف النهائي كان من نصيب نيجيريا أيضا هيمنت على اللقاء أمام الجابون وفازت بفارق 24 نقطة إنجاز آخر لافت للرياضة التونسية حققه لاعب تانس مالك الجزيري ببلوغه دورة وينستون الأمريكية المقامة حاليا في ولاية نورث كارولاين الجزائري فاز بجدارة على البرازيلي توم السابلوتش المصنف سادسا في الدورة بمجموعتين ليلتقي الأملاك الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائت على الكرواتي الشاب بورنا كوريتش وتبع التونسي نتائج الطيبة قبل بطولة أمريكا المفتوحة آخر الدورات الأربع الكبرى وتنتظره مواجهة في الدورة الأول مع الأمريكي جون إسنر المصنف الثالث عشر والمعروف بإرسالاته الساحقة بأغلبية ساحقة توجى ليون الماسي بجائزة أفضلاء في أوروبا أمام رونالدو واسواريز نجم برشلونة نالت 49 صوتا مقابل خمسة أصوات موزع على منافسيه الجائزة الثانية له بعد عام 2011 جاءت تتويجا لفوزه مع فريقه بأربعة ألقاب زينت سيليا ساسيتش ختام رحلتها بلقب أفضل لاعبة فالألمانية المعتزلة أخيرا والفائزة بدور الأبطال مع فرانكفورت تفوقت على زميلة أماروغان ونجمة مونكو أماندين هاري وإلى الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر